الاهلي نهاردة كان مرسي الكولر المدير الفني ليه الفريق تسلم في الساعات اللي فاتت الراتب بتاعه بزيادة في عقده الجديد الزيادة دي كان 20% انا هو بدأ ياخد الراتب بالزيادة الجديدة 20% في الراتب بتاعه طيب مرسي الكولر بالزيادة دي بقى ياخد كام من النادي الاهلي الرقم اللي بياخده من النادي الاهلي رقم كبير وبصراحة يستحق عشان هو مدرب كبير بصراحة كبير يعني 220 الف دولار شهريا هو الجهاز المعاون معا اخد بالك ان دي ارقام بالنسبة للسوق العالمي وبالنسبة للمدرب بقيمة مرسي الكولر هي ارقام عادية وممكن تبقى قلي من العادية بس بالحساء كبيرة عشان هي كبيرة بالنسبة بس هو رقم عادي عشان بس برده ما تقولش ايه ولا هي بيدفع لمرسي الكولر 220 الف دولار اه عشان تجيب مدرب بالكواليتي ده بالجودة دي بالامكانيات دي انت محتاج تدفع كده وممكن تدفع اكتر كمان كريم ندفد عارفين انتو حكاية كريم ندفد ومشكلته والاصابات اللي كانت عنده كتير قوي قبل ما يمشي من النادي الاهل يروح معارن لفيوتشر راح معارن لفيوتشر والراجل بقى سليم معافة واصاباته بقيت قليلة وبقى من نجوم فيوتشر ومن نجوم الدوري المصري وبالتالي الاهل كرر يستعيد مرة اخرى كريم ندفد عشان يبقى اضافة في الفريق وانا اطاقها انه يبقى اضافة لذلك كريم ندفد في تفكير انه يسافر لالمانيا يشوفه ايه الموضوع بتاع الاصابة عنده مزق فيه العضلة الامامية والنادي الاهلي عايز اهله بسرعة عشان يبقى جاهز مع الفريق في اسرع وقت ممكن حظوحش يبدو كريم ندفد مع النادي الاهلي لكن هو لاعب ابدع وتقلق مع فيوتشر في المسلمين الماضيين اتمنى ان شاء الله يرجع سليم معافة هيفيد جدا النادي الاهلي وهيفيد جدا منتخم مصر ان شاء الله يعني باذن الله الامور تعدي على خير ده فيما يحص كريم ندفد ترككم امبارح ان الاهلي هيعرض على محمد الشناوي انه يجدد التعاقد بتاعه حتى 2027 صيف 2027 وعقده ينتهي في يناير 2026 وله اللي عايز يجدد له سنة ونص مصدر مكرم من الشناوي قال لنا ان العقد الجديد وافق عليه الشناوي من حيث المبدأ وهيكون في بعض المميزات منها رفع بند نسبة المشاركات يعني مش يبقى فيه بند نسبة المشاركات يعني يلعب ما يلعبش هياخد عقده وكمان المقابل المالي هيكون 25 مليون جنيه سنويا بالاضافة ل 10 مليون جنيه اعلانات عشان يكون الاجمالي اللي بياخده محمد الشناوي سنويا من النادي الاهلي 35 مليون جنيه هتقول لي الرقم كبير هقول لك انه 35 مليون جنيه لمحمد الشناوي رقم عادي يا راجل اه عادي ليه عادي انه كان مشكلة محمد الشناوي اللي ما طلعهاش ولا ساون بيها النادي الاهلي ولا اعلنها ولا اي شيء انه عايز يبقى قريب من اللعيب الأجانب اللي موجودين في النادي الاهلي اللعيب الأجانب اللي موجودين في النادي الاهلي زي عالي معلول زي بيرستاو وزي مودس كل دول بياخده ما يفوق 35 مليون بكتير 35 مليون مليون دولار مليون دولار فيه العميب بتاهم مليون نص في العميب بتاهم مليون ستمة مليون سبعمة دولار مليون سبعمائة الاف دولار فهو كده تقريبا بياخد مليون دولار لو تعاملت مع الشناوي نوى قيمة استثنائية في الكرة المصرية عشان هو محمد شناوي الحارس الاول في مصر وبعيد عن اقرم منافسي مع كامل احترام لكل الحراس ولان بقول ابعد عن اقرم منافسي لا اتحدث فقط عن المهارات او القدرات ممكن يبقى فيه حراس قريبين منه بس باتكلم على التراكم التراكم الخبرات اللي عند محمد الشناوي سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي تخليه بعيد هو الخبرات بتاعته ابعد بكتير من كل منافسي في الدولة المصر وبالتالي هو حالة استثنائية وبالتالي النادي الاهلي عايز يقدره التأدير اللي يناسبه كهربا كهربا بيعاني من اجهات في العضلة الضمة ولسه ما تحددش موقفه من لقاء الاياب امام سان جورج وهو بيقضع حاليا لتدريبات علاجية بهدف تجيزه اللاعب هيقضع الاختبار الطبي على هامش تدريب الاهلي غدا الارباء من اجل حسب موقف كهربا ممكن ملعبش صراحة محسب ممكن ملعبش عندك مودست كمان اكيد مش هيلعب فغالبا بالمنظر ده لو كهربا الحاشي برستاه هيبقى هو مهاجم النادي الاهلي في هذه المواجهة طيب لسه برضو فيما يخص كهربا خلال مران الاهلي في الساعات اللي فاتت كابتن سامي قمصان عمل جلسة مع كهربا تكلم فيه معاه عن عدم تركيزه في المران خصوصا وان كهربا ظهر عليه التوتر في الايام الاخيرة بسبب ازمة اقافه محلان ست مباريات وكمان قرب موعد سداده ليه الخرامة اللي هي اخر مولا يوم 7 اكتوبر قادم ان شاء الله سامي قمصان قال لكهربا انسى كل حاجة وركز وانت السنة اللي فاتت مريت بقى اصعى من كده وامي كل حاجة وردهرك وركز في اللي جايه وتقالك مرة اخرى كهربا المباران الماضية للنادي الاهلي امام سان جورج كان واضح انه التركيز مش كامل اكيد طيب انتو عارفين كان مارسي كولر ان بعد المباراة اللي هي قبل اللي فاتت مباراة المصري كان اتكلم على انتوني مودست وانه لسه عايز ينسجم ولسه عايز يتعرف على الفرقة اكتر ولسه عايز يعيش الاجواء اكتر في النادي الاهلي مودست تسلم ورقة باسماء اللاعبين الدول ورقة يعني مكتوب عليها اسماء اللاعبين باللغة الفرنسية عشان يبدأ يعرف زميله ويعرف يتعايش بشكل كويس ويعرف ينسجم سريعا مع الفريق ده خبر طيب اشتركوا في القناة